موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم في حلقة جديدة من تعلم مع مونة اليوم نكمل مع حرف السين سنحاول نقرأ المقاطع mushrooms الأشياء إلى الأهمية أقرأ المقاطع إذا إلى لاحظنا ثلاثة دية المقاطع بلون أحمر ثلاثة دية المقاطع بلون أخضر ثلاثة دية المقاطع بلون أزرق أو بنفسجي المقاطع B اللى باللون الأحمر هما عبارة عن حرف السين عنده حركات قصيرة لهي الفتحة، الضمة، والكسرة وعندنا المقاطع اللي باللون الأخضر هي عبارة عن حرف السين عنده حركات طويلة لهي المد بالألف، مد بالواو، ومد بالياء وعندنا حرف السين لعنده التنوين تنوين بالفتح، تنوين بالضم، تنوين بالكسر إذن سنبدأ نقرأ مقاطع بمقاطع سنبدأ مع المقاطع الأولى اللي باللون الأحمر واللي هي عبارة عن حرف السين عنده حركات قصيرة إذن المقطع الأول عندنا حرف السين عنده فتحة فتحة فوق منه سنقرأ سا سا عندنا المقطع الثاني حرف السين عنده حركة قصيرة اللي هي ضمة فوق منه ضمة سنقرأه سو وعندنا حرف سين عنده حركة قصيرة اللي هي الكسرة تحت منه كسرة سنقرأه سي سي نعيد سا سو سي سا سو سي سا سو سي المقاطع اللي باللون الأخضر هي عبارة عن حرف سين عنده حركات طويلة أول مقطع عندنا حرف سين عنده مد بالألف سنقرأه سا 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 عندنا المقطع الثاني حرف سين عنده مد بالواو سنقرأه سو 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 وعندنا حرف السين عنده مد باليا سنقرأه سي 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 نعيد سا سو سي سا سو سي مقاطع اللي باللون البنفسجي عندنا حرف السين مع التنوين أول مقطع حرف السين عنده تنوين بالفتح ودائما التنوين بالفتح كنضيفه لألف إذن غادي نقرأه سن 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 عندنا حرف السين عنده تنوين بالضم كنضيفه وجوش ديال الضمات فوق من حرف السين غادي نقرأه سن 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 وعندنا حرف السين عنده تنوين بالكسر كنضيفه وجوش ديالكسرات تحت من الحرف غادي ننقوله ليه سن 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 نعيد سن 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 الآن قراءة المقاطع سو سو سي سو سو سي سن 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 نعيد سا سو سي سا سو سي سن 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 وصلنا للسؤال الثامن عندنا في السؤال أقرأ الكلمات أقرأ الكلمات إذن طلبنا أننا نقرأ الكلمات اللي عطينا في هذا السؤال نبدأ بالكلمة الأولى عندنا الكلمة الأولى سنحاول نجزئها إلى مقاطع لكي تسهل علينا الجمع ديالها وتكوين الكلمة إذن عندنا المقطع الأول عندنا حرف السين عنده مد بالألف سنقرأه سا 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 عندنا المقطع الثاني عندنا حرف الميم عنده هنا مد بالياء مد بالياء سنقرأه مي 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 ده نجمعه المقطع الأول والمقطع الثاني ونقرأه سامي 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 الكلمة الثانية عندنا المقطع الأول حرف الدال عنده ضمة سنقرأه دو 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 عندنا حرف الراء عنده مد بالواو مد بالواو لأن حرف الراء ما فيه حتش حركة قصيرة ما فوق منه لا فتحة ولا ضمة ولا تحت منه كسرة إذن عنده حركة طويلة اللي هي الواو لقدامه إذن غادي نقرأه رو 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 هنا عنده تنوين بالضم لأنه فوق منه جوج ديال الضمات غادي نقرأه سن 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 نجمعه دابا المقطع الأول المقطع الثاني والمقطع الثالث ونقرأه دو رو سن دو رو سن دو رو سن دو رو سن هو جمع ديالدرس دو رو سن الكلمة الثالثة عندنا حرف الميم عنده فتحة غادي نقرأه ما ما عندنا حرف السين عنده سكون والحرف الساكن كيف ما تعودنا دي ما كنجمعه مع الحرف اللي قبل منه اللي فيه حركة غادي نجمعه حرف السين الساكن مع حرف الميم وغادي نطقه مس 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 غادي شكله لنا مقطع واحد مس مس عندنا حرف الراء عنده حركة طويلة حيث قدامه واو وهو ما فيه حتى شي حركة قصيرة إذن حرف الراء هنا يا غادي نطقه رو 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 غادي نمده الصوت رو وعدنا المقطع الثالث هو حرف الراء عنده تنوين بالضم فوق منه جوجة ديال الضمات رون 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 نحاولو نجمعه المقاطع مس رو رون مس رو رون مس رور مس رور رور مس رور مسرور مسرور دام الواو وهو ما فيه حتى شي حركة قصيرة إذن حرف سين مع حركة طويلة مد بالواو غادي نقرأه سو 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 وهنا عندنا حرف الراء عنده تنوين بالضم غادي نقرأه رون 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 نجمعه المقاطع سور 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 الخامسة عندنا حرف السين عنده مد بالألف حركة طويلة إذن غادي نقرأه سا 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 وعندنا حرف الراء عنده حركة قصيرة اللي هي الفتحة غادي نقرأه را را نجمعه المقاطع سا را سا را سا را السادسة عندنا حرف السين عنده فتحة غادي نقرأه سا سا عندنا حرف الميم عنده حركة طويلة لهي الياء عنده هنا يا حركة طويلة هو المد بالياء غادي نقرأه مي 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 وعندنا حرف الراء عنده تنوين بالضم رن رن نحاول نجمعه المقاطع سا سامير 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 عندنا الكلمة السابعة عندنا حرف الميم عنده دم غادي نقرأه مو 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 عندنا حرف الدال عنده فتحة غادي نقرأه دا 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 عندنا هنا حرف الراء عنده شدة وعنده كسرة هذا الحرف هذا في الأصل هو عبارة عن حرف را في السكون وحرف را عنده كسرة جمعناهم مع بعضياتهم وعطونا حرف را فوق منه شدة غادي نحاول نطقه مدري حرف را الساكن كيتبع الدال والرا اللي عندها كسرة كتشكل مقطع بوحدة مدري وعندنا هنا حرف سين عنده تنوين بالضم سن سن إذن نحاول نجمع المقاطع مدري سن مدري سن مدري سن مدري سن مدري سن لما الأخيرة عندنا حرف الرا عنده ضمة غادي نقراوه رو 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 عندنا هنا حرف سين عنده مد بالو حركة طويلة غادي نقراوه سووو وعندنا حرف الميم عنده تنوين بالضم فوق منه جديا الضمات تنوين بالضم سنقرأه من إذن نجمع المقاطع رسوم تعيد قراءة الكلمات سامي دروس مسرور سور سار سامير مدرس 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 رسوم 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 نعيد سامي دروس مسرور سور سار سامير مدرس مدرس رسوم سامي دروس مسرور سور سار سامير مدرس رسوم هذا سنكون وصلنا إلى نهاية الحلقة اليوم التي تعلمنا فيها قراءة المقاطع وقراءة الكلمات التي تحتوي على حرف السين فما بقى لها إلا نشكركم على حزن التتبع والمشاهدة ونشكر للناس اللي لتحقوا بالقناة وأيضا للناس اللي كانوا معنا منذ البداية شكرا بزافة للدعم ديركم وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله مع قراءة الجمل سلامو